وإلى ردود الفعل الفلسطينية على مقترح طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن حول صفقة تبادل ووقف لإطلاق النار في غزة في محور الأحداث ومركزها في قطاع غزة المنكوب والتي رصدها مراسلنا غازي العلول في التقرير التالي ضج الشارع الفلسطيني في غزة بخطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي كشف عن فحوى المقترح الإسرائيلي الجديد المقدم للوسطاء بشأن صفقة تبادل مرتقبة الخطوة يراها محللون في غزة بأنها فرصة يمكن التقاطها من قبل الفصائل الفلسطينية كونها تمنع نتنياه من التهرب في حال أراد إذا كان بايدن قد قدم هذا المقترح دون التشاور مع الإسرائيليين فهذه مشكلة بالنسبة للإدارة الأمريكية بمعنى أنه عليها أن تثبت بأنها قادرة على إلزام كيان الاحتلال وتحديدا بن يمين نتنياهو على الموافقة على هذا المقترح التقدير الآخر أنا في تقديري بأنه يفترض بأن بايدن قبل أن يذهب لإعلان هذا المقترح كان قد تشاور مع الإسرائيليين خاصة وأن هناك جولات مكوكية لرئيس المخابرات المركزية الأمريكية في المنطقة المواطنون من جانبهم تباينت آراؤهم منهم من يتمسك بأمل الخلاص وآخرون يرون أنها منورة أمريكية جديدة لدعم نتنياهو أعتقد الشعب على الفلسطين والشارع على الفلسطين الآن أصبح غير متفائل نهائيا بمثل تلك التصريحات ولكن على بارقة أمل أن تكون هذه التصريحات صادقة وأن يتم وقف إطلاق النار وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف لإطلاق النار ووقف هذه العملية العسكرية الممتدة منذ السابع من أكتوبر حتى هذه اللحظة تسع شهور إنه بنحاول إنه كل مرة نصدق إنه آه المرة هاي تزبط المرة هاي تزبط عاملين زي لعبة الحظ هاي إنه والله المرة جاب تزبط المرة جاب تزبط لا لا مش هتزبط يعني بما إنه أمريكا وإسرائيل بنفس النفس يعني فعالفاضي يعني المرة هاي بايدن حكى وإسرائيل علقت بمجرد ما حكى يعني بعد دقاق طلع مكتب نتنياهو حكى إنه مين هذا يعني هذا الناطق باسم الحكومة لا هذا مش الناطق باسم الحكومة هذا رئيس أمريكا يعني إيش يعني وين إحنا رايحين وتبدو التفاصيل التي نشرت في خطب بايدن بالنسبة للفلسطينيين مناسبة لطموحاتهم سيما وأنها تتحدث عن انتهاء الحرب وعودتهم إلى مناطق سكنهم بعد نزوح استمر ثمانية أشهر لا يعاول الفلسطينيون كثيرا على ما طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إنهاء هذه الحرب لكنهم متماسكون ببصيص الأمل بشأن إنهاء هذه الحرب الضروسة غزة العلول رؤية قطاع غزة